السلام عليكم خوتي وخوتيتي ومرحبا بكم جديد في هذا الفيديو كما شفتم في العنوان ولا في تصوير الفيديو احنا عضرنا موضوع مهم جدا وحساس بالنسبة للجزائريين القضية الفرنسية يعني فرنسا صراحة خوتي كانت لعنة على الجزائريين اكثر من انها كانت صديقة تاريخنا اسود مع فرنسا ولكن الجزائر الان رايحب تمحي كل الوجود الفرنسي من الجزائر هذا الامر قد يقول لي الكثير انه انت تبالغ في هذا الامر لكن يا خوتي راح نوركم بالدليل تطورات الاوضاع بين الجزائر وفرنسا وكيف ان الجزائر حقا تحاول ومحو الوجود الفرنسي في الجزائر وعلى بالي خوتيني تلبت لكم نظر شوي بالعربية شوي بالدرجة بس ساحفوني المهم يوصلكم الميساج انتم متفهموا ايضا نحبو نوصلكم الميساج باكثر طريقة مفهومة ماذا تسمحون يا خوتي وايضا قبل ما نبدأ تفاصيل اكثر حول هذا الفيديو عليكم تعرفوا الكود خوتي الدعم وقوكم بالضغط على زل اعجاب اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كل هذا راح يدعمنا نتصدى ولكل حاملات السينيال شكرا لكم وبلما طولوا عليكم هيا الى تفاصيل الموضوع كما لكم خوتي ولوقت طويل الجزائر كانت محصورة جدا في تعاملاتها الاجنبية مع الدول الاجنبية يعني يمكننا القول ان فرنسا كانت تسيطر على كل الاستثمارات في الجزائر سواء من ناحية السيارات يعني كانت غير السيارات الفرنسا للدور داخل الجزائر عادنا بوجو وعادنا رونو وكل سيارات فرنسا فقط ايضا تطور الارملي لم يتطوروا انما كان محصورا فقط على فرنسا كما قلتكم حتى في مجال الطاقة شركة توطال الفرنسية كانت تهيمن على كل مجال الطاقة في الجزائر وكانت بين الجزائر وفرنسا قال 50-50 ولكن تبدل الموضوع اصبح 49-51% وقانون الليبي اغضب فرنسا هذا الامر ايضا عانت منه الجزائر كثيرا وطبعا خلالت كما قلنا لكم الثقافة الفرنسية ولحتى اللغة الفرنسية هيمنت على الجزائريين وتطور الامر ليصبح خطير جدا هذا اصبحت تقام ثقافة الفرط على مدى تمكونه من التحدث بالفرنسية هذا الامر اصبح مقزز لدرجة يعني يشمئز لها القلب ادخلوا معي يا خاوتي انتارك جزائري اتعايد زعمه باش تحجز اوتيل ولا اتعايد باش تحجز اوتيل ولا رك رايح للطبيب ولا اولو بسيوكم استطعا اوو انا في الجزائر ولا في فرنسا سي محمد كيفشك تطري معي بلغة انا ملافهمهاش دوك على بالي يا خاوتي كان بزايف جزائريين يفهموا الفرنسي ولكن كان بزايف ايضا جزائريين ما يفهموا شو الفرنسي وما تقدش لهم عنيها لانه اللغة اللي زادوا بها وهضروا بها هي اما العربية ويا اما القبائلية اذا زادوا في بلاد القبائل طبعا لغتنا الرسمية الموحدة هي اللغة العربية بين قوصا هي الدرجة ملاكي فاشنتا ومن بعد تبدأ تقرر التنميد بلغة ما همش مرتاحين لها يقررون المات بالفرنسي يقررون كل جبال فرنسي ومن بعد اصلا الفرنسي ماش اللغة التاعك الرسمية ومن بعد كي تكبر تتخلط لك في مبوخ طرف ولا شتى مجال العلوم على هذيك خاوتي يقول لك لما يقراش باللغة التاع وره ناقص علم وهذا الامر صحيح للأسف الشديد لكن في الجزائر ولا مؤخرا الجزائريين بدأوا يفهموا ربما ايضا جنراسيون اللي فاتت عارفة المشاكل اللي شافتها من هيمرت الفرنسي على كل المجالات الجزائرية وهذا الجنراسيون جديدة ايضا هي اكثر جيل ما يتحدث شرط فرنسية منذ استقلال الجزائر يعني راح تتفاجئوا الان خاوتي على بري بلي انا متابعي القناة التاعي كلهم يعني فوق سن 30 سنة والاغلبية هما بين سن 40 والستين سنة لو كانت تروحوا وتحكموا على الجيل الجديد تلقيهم حابسين في الفرنسي لكن هذا لا يعني انهما مش متقفين ولا اغبياء هذه اللي خلونا نأملوها خاوتي بل انتقلوا من الفرنسية الى الانجليزية اصبحوا الان الجيل الجديد متمكن جدا في الانجليزية الامر اللي خلاهم يقدروا يديروا يعني بيزنس في الانترنت والكدرة الان خاوتي على بلي بليراني خطيت شوي الموضوع تعاليوم راح نحكيكم كيفاش حبيت نحكيكم بارك على مدى الهيملة الفرنسية على الجزائر والان الجزائر كيفاش تخلصت من فرنسا تدريجيا الاولى بدأت بتغيير اللغة يعني الجزائر ادرجة اللغة الانجليزية في الابتدائية ورح يتم نزع اللغة الفرنسية تدريجيا طبعا خاطئ امور مثل هذه ما تحدثش بين ليلة وضحاها ولازم نمتظر قليلا هذه في مجال اللغة وايضا هذا الامر احدثها جدا كبيرا في البرلمان الفرنسي ونقول له الناس يعايروا ماكرون يقولوا يشوف فالعهدة تاعك الآن الثقافة تاعنا بدأت تطرتك ودول مثل الجزائر بدأت تخلى حتى على اللغة الفرنسية وانت رئيس فاشل ايضا عدنا موضوع الذاكرة اللي كما شفتوا دايما اخذوا ردوا المشاكل السياسية بين الجزائر وفرنسا عن عام في التوتر الآن نروحوا للاستثمار اللي كنا نحضروا عليه من قبل الجزائر كما قلتكم بدأت تحل أبوابها للاستثمار لدول أجنبية أخرى أبرز مثال على ذلك إيطاليا وأيضا الصين بخصوص إيطاليا نقدر نقول بل الجزائر عوضت فرنسا بإيطاليا تماما اتفقت معها على العديد من المشاريع مثل مشاريع الطاقة ومشاريع المحروقات مشاريع السيارات ومشاريع الصناعات ورئيس عبد المجيد تابون في حديثه مع الصحافة جيت جورجيا ميروني وهي رئيس الوزراء الإيطالية قلبي أن تعاون بين الجزائر وإيطاليا رح يكون في مختلف المجالات من الفضاء إلى الأرض طبعا كان هناك تعاون بين الجزائر وفرنسا ولكن ليس لهذا الحد والكثير يرى التعاون الجزائري الفرنسي ليس تعاونا وإنما هي استمرار للاستعمار الفرنسي على الجزائر اللي مراحش إلى يومنا هذا يعني هذا رأي الكثير لكن أرى أن الجزائر الآن مستقلة أكثر من أي وقت مضى وهي اللي رأي يدير الديسيزيون تحتها وهي الآن بدأت تتخلص من فرنسا بشكل تدريجي كما قلت لكم أما الدولة الأخرى اللي سيطرت على كل الدول الأخرى من ناحية الاستثمار ولا من أي ناحية أخرى في الجزائر هي الصينة حتى تم فتح قانون الاستثمار الجديد لما قلت لكم على أبوابه أمام الدول الأخرى اللي كانت فقط فرنسا مسيطرة عليها ويبدو أن الصينة الآن تتربع حاليا على أكبر وعلى صدارة أكبر المستثمرين الأجانب في فرنسا حيث أنها طيحت فرنسا من على العرش وهذا الأمر حدث مؤخرا فقط بشوفوا يعني السيطرة الفنسية كم استمرت حتى بعد الاستقلال أيضا ذكرت الصحيفة لهذا المصدر خوتي نقراه من الصحيفة إسبانية هذا الصحيفة الإسبانية اللي يسمها آتيارة ذكرت أن مشروع منجم فوسفات بيتبسها إلى جانبي زيادة الأخيرة للمديرين التنفيذين أنها ضروا على الصين والمشاريع التحلي دارتهم مع الجزائر كلها تثبت أن فالصين عوضت فرنسا وأكثر وأيضا خبت لكم شراكات الاستثمار بين الجزائر والصين راح تتخلعوا يعني الشراكات القادمة حيث شكلت الزيارة زيارة الصين إلى الجزائر فرصة سانحة لبحث فرص الاستثمار والتعاون في مجال الهايدرو كربونات والطاقات المتجددة والطاقات والتحويل الرقمي والتقنيات الجديدة للمستخدمة في التنقيب عن المواد الهايدرو كربونات وإنتاجها وتعتبر الصين الآن أكبر مانح لتمويل ميناء مركز الحمدانية كما قلت لكم الجزائر راح تبني أكبر ميناء في إفريقيا والصين الآن راي تساعد على تمويل هذا الميناء لأنه كما قلت لكم هذا الميناء راح يفيد الصين بزاف وراح منه تصدر الكثير من المنتجات إلى كامل إفريقيا وليس إلى الجزائر طبعا راح يساعد الجزائر هي الأخرى كثيرا لأن الجزائر راح تستعمل هذا الميناء في تصدير واستيراد الكثير من المواد على عكس الآن هي أن الكمية محدودة جدا التي تستطيع الجزائر تصديرها بسبب ثغر موانئها وقلتها أما لا الصين مشح الدير خير في الجزائر وإنما راح تقوم بتمويل هذا الميناء لأنها راح تستفيد منه كثيرا أيضا خوتي الحاجة التي تثبت أن الجزائر عوضت فرنسا بالصين تماما هي رغبة الجزائر في تقرب أكثر إلى الصين وهذا من أجل الانضمام إلى بريكسا كما تشوفوا خوتي الدول في العالم يحوسوا على تكتل باش ينضموا له باش تكون بيناتهم قوة الجزائر ملقيت تكتل قوي يعني صحيح أنه تكتل شمال إفريقيا وتكتل عربي لكن حتى العرب خوتي عندهم تكتلات مثل التكتل الخليجي واحد مولتي بواحد لكن إذا انضمت الجزائر إلى البريكسا رح تكون أقوى تكتل رح تنضموا إلى جهي الجزائر من أشيكم خوتي في هذا الموضوع واشتراكم في محول جزائر لفرنسا من على الوجود في خارطة الجزائر خبرونا لكم في التعليقات وهل توافقون هذا الأمر؟ كما شفتوا خوتي هذا كان موضوع اليوم إذا أجبكم هذا الفيديو أرجوكم تدعمونا بالضغط على زي الإعجاب اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كل هذا رح يدعم نصدع الحملات السينيال شكرا جزيلا شكرا على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء